وإنما أذكرتي وحبني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون لعزته تعنو الوجوه وتسجدوه عند ذي العرش يعرضون عليه يعلم الجهر والكلام الخفية يوم نأتيه مثل ما قال فردا لم يذر فيه راشدا وغويا رب إن تعف فالمعافاة ظني أو تعاقب فلم تعاقب بريا إن أآخذ بما اجترمت فإني سوف ألقى من العذاب قويا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيل ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان وظلمت نفسي في فعالي كلها ويحي إذن من وقفة الديان يا أيها الإخوان إني راحل مهما يطل عمري فإني فاني يا رب يا رب إن لم ترضى إلا ذاتقى من للمسيء المذنب الحيران أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ليلة التكريم للعمدة الحق جميل عويس والد سيادة النائب الدكتور إبراهيم جميل عويس والأستاذ محمد جميل عويس والأستاذ بهاء جميل عويس وسيد العقيد أحمد جميل عويس بحضوري السادة النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة القليوبية ومن سائر أنحاء الجمهورية ومعنا أعلماني من أعلام القراء فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي وفضيلة القارئ الشيخ حقاق الهنداوي أيها الإخوة القرآن الكريم نور البصائر وغذاء الأرواح وينبوع السعادة أنزله الله هاديا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وجعل في آياته دواء وشفاء لما في الصدور وقانونا يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين يقول سيدنا عثمان رضي الله عنه والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا وكيف يشبع حبيب من كلام محبوبه ورضاه عنه غاية مطلوبه معا نعيش في روضة القرآن الكريم وفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعة والموعة والقسامة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحكمة والموعظة القسنة وجاد الأنب التي يا أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما أعلم وإن عاقبتم وإن صبرتم له أخير للصابرين وصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا وإن عاقبتم فعاقبوا وإن عاقبتم لَهُ خَيْرٌ لِصْغَابِرِينَ وَلَيُنْ صَبْعَوتُ لَهُ خَيْرٌ لِصْغَابِرِينَ لَهُ خَيْرٌ لِصْبِرِ وَمَا صَبْرُ كَيْرٌ لَا بِاللَّهِ وَلَا تَعْزَمْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُفِي ضَيْدٍ مِمَّا يَنْكُرُونَ وَلَا تَقُفِي ضَيْدٍ مُحْسِنُونَ اشتركوا في القناة 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 سبحاني اشتركوا في القناة 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 الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلون لحظة الكبير فإذا جاء وعد أولاهم ما بعثنا عليكم عبادا لنا اولاهم 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 ما بعثنا عليكم اشتركوا في القناة 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 واجعلنا الليل والنظايا آياتين فمقونا آيات الليل وجعلنا آيات الليل والنظايا آيات الليل 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 اللي يجيبه بوصلها مباصرة لتبته فظلم يرون بكم ولتعلموا هذا السنين والحزاب ولتعلموا هذا السنين والحزاب ولتعلموا هذا السنين والحزاب والحزاب ونخرج له يوم القيامة كتابا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ونخرج له يوم القيامة كتابا ترجمة نانسي قنقر اقرأ كتابا 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 يقول لهم الكيامة كيامة يقول لهم الشوالي باع كيامك كيامة 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 يقول لهم كيامة من اهتدى فإنما يهتدين ومن قل فإنما يضل عليها ومن قل فإنما يهتدين ومن قل فإنما يهتدين ومن قل فإنما يهتدين من قل فإنما يهتدين ومن قل فإنما يهتدين ومن قل فإنما يهتدين ومن قل فإنما يهتدين ومن قل فإنما يهتدين بقل فإنما يهتدين قد زانا بعث رسولا صدق الله العظيم وما يسرى من اول سورة اسراء تله علينا فضيلة القارئ الشيء عبد الفتاح الطاروت في ليلة التكريم للعمدة الحاق جميل عويس ايها الاحباب لكل عجوبة سبحان الله سبحان الذي اسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارقنا حولا لنرئه من اياتنا انه هو السميع العصير وأسس معناها السير ليلا فلماذا جاء القرآن بكلمة ليلا ليلا مع ان اسرى هي السير ليلا ليتلك الحق على ان الاسراء والمعراج لم يستغرق الليلة انما استغرقا جزءا يسيرا من الليل انما قولنا لشيء اذا ارجناه ان نقول له لهم فيرهم وهو مع الاسرائي عبدالله ورغم عروجه الى السماوات العلالة الى سدرة المنتهى الى حيث لا يعلم مكانه الى الله فهو عبد لله ولذلك يقول القائل ومما زادا شرفا وتيها وكتب اخبصي اطاء السرية دخوله تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيا ان المسجد الاخصى هو اولى الابلتين وثالث الحرمين الشريفين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مسجد وضع اول قال المسجد الحرام قيل ثم اين قال المسجد الاقصى قال كم كان بينهما قال اربعون سنة فالمسجد الاقصى سنة اليه انتهى الاسراء ومنه بدأ المعراج يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال المسجد الاقصى بنته الانبياء وسكنته الانبياء ما فيه موضع الا صلى فيه نبي او قام فيه ملم قال المسجد الاقصى والمسجد الاقصى شهد صلاة فريدة من نوعها ففي ليلة الاسراء وفي مؤتمر الاقصى الاول جمع الله الانبياء لحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحانة الصلاة وتطلع كل نبي ان يكون الامام في هذه الصلاة العجيبة والفريدة من نوعها والتي لم تتكرر كل واحد من الانبياء كان يتطلع الى الامام من يؤم الانبياء ادم وابو البشر موسى كليم الله عيسى كلمة الله فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واذا بجبريلا يأخذ بيد الحبيب المصطفى ليأم الانبياء فيقول صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأممت الانبياء وفي امامته صلى الله عليه وسلم وفي امام الانبياء دلالة على ان امر النبوة قد ختم ببعثة رسول الله وان حماية المقدسات الاسلامية وان حماية المسجد الاقصى وان الذي سيرجع المسجد الاقصى باذن الله كما وعد الله هم اتباع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام اشتركوا في القناة